بسم الله تمارين حول درس المتجهات لمستوى السنة الثانية إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016 A-B-C-D مستطيل و E ملتصف بالسي ثم M وهي مماثلة A بالنسبة لنقطة E أصغر أرسم الشكل بصغر بيين أن المتجهة D-C تسوي المتجهة C-M يلا أنقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز تمرين سنة التقيه بعد قليل لتصحيحيه معا يلا قم بالمحاولة يلا نبدأ تصحيح أولا سننصم الشكل كما ترى رسمت هذا الأول ثم سنحدد زاوية قائمة هنا نرسم زاوية قائمة ثم نرسم الدرع الثاني ثم نتمم الشكل بحيث نحصل على مستطيل هكذا ثم نرسم الدرع الآخر ثم نرسم الدرع الآخر قائمة قائمة رسم مستطيل درع من القطرين كما تعلم بالنسبة للمستطيل قطران متقايسان ولهم نفس المنتصف هذه طريقة أخرى أنا هنا فضلت هذه الطريقة الآن ننهي رسم الرؤوس A B C D لدينا القطر أسي قيل لنا E منتصف بسي ونحن نجعل القطر أسي ونجعله المنتصف منتصف بسي وهو النقطة E هكذا إذا ننشئ النقطتين التي سيمر منهما واسط القطعة بسي لكي نحصلها على المنتصف هذه هي الطريقة سأزيل هذه القوس لأنها تخلق بعض المتاعي في تمثيل النقطة التي نريد هي هذه نسميها E ثم M مماثلة A بالنسبة لE إذا سننشئ نصف المستقيم الذي أصله أو يمر من E ثم نستعمل تعريف التماثل المركزي الذي مركزه النقطة E هكذا ننشئ مماثلة نقطة باستعمال التماثل المركزي كما قلت الذي مركزه النقطة E الآن حصلنا على النقطة M M هي مماثلة A بالنسبة لE وهنا سنضع رموز التقاييس لكي يساعدنا في البرهان الآن سننشئ لأن المتجهة AB تساوي المتجهة DC أو المتجهة DC تساوي المتجهة CM سننشئ لأن المتجهة CM سنضع لأن المتجهة DC ثم المتجهة CM سنضع لون أحمر مثلاً الآن سنتبت بأن هذه المتجهتين متساوية إذا نلاحظ المستطيل ABCD ماذا يمكن أن نقول على المتجهتين DC و AB نعم المتجهة DC تساوي المتجهة AB نتبقين؟ الآن انظر معي إلى هذا الرباعي أنا سأعطيه اللون مثلاً بحال هذا انظر إلى هذا الرباعي كيف تراه؟ فعلاً هو على شكل متوازي الأضلع كيف سنتبت ذلك؟ نعم قلنا قبل قليل أن E هي منتصف بلع PC الذي يمثل قطر متوازي الأضلع أو الرباعي ABMC حالما زل ما تبتنا بأنه متوازي الأضلع أعيد النقطة E هي منتصف القطر PC وما دمت M هي مماثلة A بالنسبة للنقطة E فإن E تمثل ماذا بالنسبة للقطعة AM؟ نعم E منتصف القطعة AM إذن كما ترى ماذا دمت E منتصف AM وE منتصف بالC فإن الرباعي ABMC كيف هو؟ فإن هذا الرباعي متوازي الأضلع لأن لقطره نفسه المنتصف وهو النقطة E واضح؟ إذن المتجهة AB تساوي المتجهة CM وقلنا قبل قليل أن المتجهة AB تساوي المتجهة DC وعليه فإن المتجهتين DC والC متساويتان أليس كذلك؟ بالفعل يلا نكتب البراعي يلا نكتب البراعي عندنا ABCD مستطيل إذن المتجهة AB تساوي المتجهة DC نعتبر الرباعي ABMC عندنا E منتصف BC حسب ما جاء في المعطيات قيل لنا في المعطيات التمرين أن E منتصف BC و E منتصف M لأن M هي مماثلة A بالنسبة ل E إذن A BMC متوازي الأضلع والسبب لأن لقطره ماذا؟ نعم لقطره نفس المنتصف و إذن كتبنا إذن و منه فإن حيث إذن ما تنعودهاش باستمرار أثناء البرهان ما زال يعني إيه ممكن نقوم بها ولكن إذن لا ومنه فإن المتجهة AB تساوي المتجهة CM ونعلم أن المتجهة AB تساوي المتجهة DC إذن ماذا يمكن أن نستنتج إذن ما دمت المتجهة AB عندنا في هذه الكتابة وعندنا في هذه الكتابة إذن المتجهة C تساوي المتجهة CM وهكذا توصلنا إلى النتيجة المطلوبة تقين؟ وبإمكاننا أن نجد برهان آخر يعطينا نفس النتيجة ونحن نكتفل فقط بهذا البرهان انتهت هذه الحصة من إعداد أستاذ عبدو إعدادية صفاء من ركش إلى اللقاء